بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الرابع مرحبا بكم في قناة درس الجليزي مع مستر عوض ربيع بشكر كل الناس اللي بدعمونا منين اللايك والشير و اللي وقفين جمينا طبعا من التعليقات الجميلة و المنشن اللي بعملوه بشكر كمان الناس اللي بدعمونا وقفين كمان قدامنا المرة الثانية أما اللي بشوفنا الأول مرة ما ينساش فعل الجرس واشترا في القناة عشان يوصلوا كل ما هو جديد عايزين الفيديو ده يوصل لأخبر عدد ممكن من أصحابك وأصدقائكم و اللي بتحبوهم و اللي عايزين تساعدوهم في حل المسائل في الواحدة الستة ان شاء الله نحل النهاردة من كتاب الجيم الأضواء يونت سيكس لسن وان صفحة مية خمسة وتمانين ومية ستة وتمانين يلا بينا معنا السؤال الأولاني ازا ما حتركوا عرفتوا بعض التعدلات الجديدة السؤال ده تلاقي بس احنا هناخده للتدريب فقط نازم يبقى عندك براكتس كدير عشان اللغة يبقى عندك كويس نمبر وان لسن حول تسمع مني كده مي داد is a fisherman he wakes up very early everyday he goes out on his boat and catches fish he comes back in the afternoon and sells the fish at the market my dad's fish go to restaurants and the homes all over the world أول سأل معنا my dad is a farmer he falls نمبر 2 my dad wakes up very late he gets them everyday he falls نمبر 3 my dad abby sells بيبيع الفش السمك at the market تروسه نمبر 4 my dad's fish السمك abby go to restaurants and the homes all over the world تروسه بعد كنا معنا السؤال الرقم 2 it shows the correct answer ده سابت معنا في التعدلات الجديدة فشهر من الصيادون يوز بيستقنمه نقطة to catch fish عشان يصدوا السمك بيستقنمه من النتس يعني الشبك نمبر 2 tourism السياحة industrial نقطة السياحة needs محتاجة transportation وسائل نقل كويس نمبر 3 teachers المدرسين work بيعملوا في education نقطة التعليم نمبر 4 أفارمر الفلاح send this بيبعث the fruit to the noah to make orange juice بيبعثها إلى factory يعني factory المصنع بعد كنا معنا السؤال الرقم 3 read and complete اقرأ وكمل ده برضه ثابت معنا بس هيزيل فراق كمان مكان ثلاثة يبقى أربعة بخمس كلمات فوق في البقس I am a farmer أنا فلاح I grow not I grow ايه أنا بزرع oranges برتقال all year طوال العام I look أنا بعتني look after اعتني بي ذات ريز الأشجار and I give them water and nutrients وعناصر غذائية then I pick the fruit باج مع من الفاكهة I send a lot of fruit ببعث كثير من الفاكهة to them إلى المصنع يعني المصنع factory I also sell some ببيع بعضها of my orange juice to the supermarket بعد كنا معنا السؤال الرابع read and match قلنا برضو ده السؤال اطلقه بس هنحله للتمرين فقط لغير هنقرأ العمود and tell them بيخبرهم interesting information معلومات شيقة in the market في السوب and give them بتدينهم water and nutrients وعناصر غذائية number D in the factory في المصنع and the looks after بيعتني all the box كل الكتب اول سؤال a farmer الفلاح looks after بيعتني به the trees and give them بتدينهم water and nutrients number 1 again المرشد explains بشرح the history for tourists and tell them بيخبرهم information interesting information معلومات شيقة number 2 a library الامين المكتبة work بيعمل in school في مدرسة school library بيعمل ايه and the looks after بيعتني all the box number 3 official man السياد sells بيبيع his fish السمك في الماركت في السوق وعندنا السؤال الرقم 5 برضو لا سؤال لا اطلاغه برضو للتمرين عندنا السؤال الاولاني هو works يعني الذي يعمل on the sea على البحر number 2 two a guide المرشد works بيعمل in the tourism industry في صناعة السياحة number 3 a librarian همين المكتبة هلبس بيساعد children الاطفال find في ايجاد information المعلومات ثم ثم السؤال البراغراف حصل تعديل 24 كلمة 18 كلمة فشهر man السياد كلمات workers on sea needs and bolts تمام كما نقول نسيب مفتاح الكلام نقول my مثلا my uncle عمي is a fisher man سياد he gets up early بيصحى مبكرا everyday كل يوم he works ويعمل on the sea he catches بيصطاد a lot of fish كسير من السمك he uses ويستغدم النت and bolts he sells وبيبي all fish كل السمك at the market في السوب وبكده انتهينا من حل صفحة 185 و 186 من كتاب الجيم للصف الرابع الابتلاقي باشكر كل من بيتابع قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع طبعا واللي بشوفنا الاول مرة وبنعجبه بيعملنا لايك وشير وبفعل الجرس لهو اول مرة شفنا شكرا